أزار 2018 مرحبا لبداية حوار أونلاين لليوم أعطيب التحيات مني جورج العلية من المخرج بيار جامو ومن كارول كرام حتى الآن طريق الانتخابات سالكة وآمنة والقوى السياسية كافة تتحضر من خلال إعلان الترشيحات والمشاريع وتركيب اللوائح ما هي أهم نقاط مشروع الكتائب الانتخابي 131 وكيف تتظهر الخارطة الانتخابية وما هو المنطق التي تحتكم إليه ماذا عن النتائج المرتقبة وهل الرهان على الناخب من أجل التغيير سيؤتي ثماره في الصناديق أي لبنان بعد ست أيار وما هي التحديات للإجابة على كل هذه الأسئلة بالإضافة إلى أسئلة المستمعين ضيف حوار أونلاين اليوم نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصاير أهلا وسهلا فيك دكتور سليم أهلا وسهلا فيك بستوى واحد ببرنامج حوار أونلاين أهلا وسهلا فيك إليك تحيي إليك للمستمعي إذاعة صوت لبنان صوت الحرية والكرام أنا وإياك وأنا نرحب بكل الأصدقاء المستمعين اللي عم بيواكونا على الفيسبوك على صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 FM نحن ما لايف على الفيسبوك عم بيشوفونا لايف كل المشاهدين على الفيسبوك ونوجه لهم تحية على أعضاء برنامج حوار أونلاين على التويتر على الفيسبوك أيضا فيهم يتواصلوا معنا من خلال هالوسائل وفيهم كمان من خلال الواتس أب على 76 611 001 على أرقام الهاتف 01325 555 والخلوي 76 611 005 قلت بقم أقدمتي أنا طريق الانتخابات سالكة حتى الآن نحن رايحين على انتخابات بستة أيار بغض النظر عن التحضيرات موعد الانتخابات برأيك ثابت بظل الأجواء الملبدة بالمنطقة نحن بلبنان بلد نعمل ونبنى على مبدأ الحرية ومبدأ الديمقراطية ولازم إذا صار فيه أكبر حروب وينما كان نظلنا نحن عم نتمسك بمبدأ السلم الأهلي وبحرية اختيار ممثلين وبانتظام المؤسسات الديمقراطية بحرية لك أنه بعز الحرب بلبنان صار فيه انتخابات ممكن مش نيابية انتخابات رئاسية وصار فيه تمسك من قبل اللبنانيين بالمداورة بالسلطة وبتجديد الحياة السياسية هذا نمط حياتنا بلبنان وما لازم نتخلى عنه أبدا برأيي أنا حقيقة أنه اليوم إلا إذا صار فيه كارثة طبيعية أو ما بعرف لازم تسير الانتخابات بس نحن اليوم على باب تطورات أقليمية يعني ليس أقل يعني إشارات معينة إقالة وزير خارجية الأمريكي تيلرسون تطورات كبيرة بالغوطة الشرقية تحضيرات بالأردن لا يمكن يكون شبه حرب أو ضربة عسكرية بجنوب سوريا يعني الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا يعني المنطقة تغلى هل هناك نحن مع سباق مع ما يجري في المنطقة من أجل وصول على بر الأمان بالانتخابات بستة أيار أو برأيك رح نكون بمعزل عن هذه التطورات نحن منطالب بالحياة الإيجابية نحن منطالب بفصل لبنان عن ملفات المنطقة نحن عم نقول لحزب الله رجع من سوريا وما تربط الساحتين اللبنانية والسورية حتى تماما ما يكون في عندنا مثل هالإشكالية عم تنطرح طالما حزب الله منغمس بسوريا بالشكل هو منغمس فيه وين مكان وطالما أخذ على عاطقه حماية النظام السوري وتلبية أجندة المحاور لعبة المحاور بالمباشرة عسكريا طالما هذا الشي قائم وموجود طالما فيه هناك خطر أنه ينسحب التطورات بسوريا على الحياة السياسية بلبنان لعشان هيك الإجابة منع عندي الإجابة عند حزب الله إذا مده حقيقة هو يسعى أنه يحمي لبنان أفضل شيء أنه يرجع من سوريا على لبنان برأيك دكتور الساير نحن على أبواب تطورات دراماتيكية بالمنطقة يعني كل الإشارات بتدل أنه نحن رايحين على مواجهة عسكرية على ضربة عسكرية على تطور ما بالمنطقة بدون أي شك إذا منقرأ ومنرصد شو عم بيصير منلاقي أنه المنطقة يعني عم بتروح بسرعة نحو تصعيد التطورات بجنوب سوريا اللي هي بين حدود يعني على حدود الأردن تقريبا هذه الشغلة منا صغيرة أبدا والاجتماعات الأمنية والعسكرية اللي صارت بالأردن مؤخرا توحي وكأنه هناك تحضير إلى شيء ما نحن منقول نتمنى أنه هالشمسية الموجودة فوق لبنان تبقى وهي الشمسية يمكن عم بتصير اليوم بمؤتمر روما هذا اللي بدأي لك يا أنه اليوم في مؤتمر لدعم المؤسسات الأمنية بروما هل هالشي يدل على أنه لبنان يعني رح يدل محيد عن هكذا تطورات هناك مظلة دولية بعد قائمة فوق لبنان وهيدا على شرط أنه لبنان ما يفوت بمغامرات على شرط أنه لبنان بكل مكوناته ما يروح يفتش على الحروب هو على شرط لبنان أنه يدافع عن سيادته وليس إلا عن سيادته وبالنتيجة أنه كمان لبنان ما يكون في عنده إلا الجيش اللبناني إلا وحده اللي هو قادر أنه يقوم بهذه المهمات تمكين الجيش اللبناني هو تعزيز سيادة لبنان وتعزيز سيادة لبنان هي تؤدي إلى حماية لبنان من كل التدخلات الخارجية وتحمي الحياة الديمقراطية والسلم الأهلي بلبنان أضعاف الجيش اللبناني أو القول كما يقول بعد أركان التيار الوطني الحر اليوم بالعلن أنه الجيش اللبناني غير قادر على القيام بمهمات الدفاع عن لبنان هذا بالضبط ما يكشف لبنان وهذا ما يتم الرد عليه اليوم بمؤتمر روما شو المطلوب من لبنان اليوم برأيك؟ أول شي يخفف حكي بلا طعمي ويبيع مواقف فاضي وفارغة للمحور الإيراني بالمنطقة وكأنه نحن قادرين نغير بمسارات الأمور نحن عنا جيش نعطيه سيئتنا أنه نعطيه إمكانية يعمل استراتيجية دفاعية نحصنه بالسياسة بوحدتنا الوطنية ونجي ساعتا نقل له لحزب الله بصوت واحد بلبنان نطلب منك الرجوع إلى لبنان والانخراج بالحياة السياسية بلبنان واللي بده يحمل اسلاح حبيب يدافع عن لبنان يتفضل في المؤسسات اللبنانية هي اللي بترعا اللي هي تحت سلطة الشعب اللبناني وليس تحت سلطة حزب لبناني أو غير لبناني رئيس الحكومة قال من روما أنه لبنان ملتزم بسياسة النائب النفس رئيس الجمهورية من لبنان قال أنه رح يتم دراسة الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات كيف تعلق على الموقفين؟ كلام لا يدل على أداء الحكومة اليوم لا تمارس النائب النفس أبدا الحكومة لأنه مثل ما صار في اتفاق بعد عودة الرئيس الحريري من الرياض والعودة عن استئالته بعد ما تريس على الاستئالة ومن ثم العودة بالبيان قال أنه الحكومة بمكوناتها هي اللي بتنقى بنفسها أصبح في مكونات كبيرة بهذه الحكومة أقله حزب الله بعضه بسوريا لم ينسحب من سوريا وليل ونهار عم بيقول أنه نحن لازلنا ملتزمين وضع سوريا من الألف لا ليه معناتها أنه هذه الحكومة مين يعني؟ وزير الدفاع؟ أنه نحن ناطرين وزير دفاع لبنان يعقوب الصراف الصديق اللي بنحترمه أنه هو يجي يقول أنا لن أتدخل في الشأن السوري مش رح أبعد المجوأل اللبناني يتدخل بسوريا أو وزير داخلية ما رح يبعد فرقة الفهود على سوريا تتدخل هذا هو التزام الحكومي بالنائب النفس التزام الحكومي بالنائب النفس أنه تلزم كل المجموعات والمكونات اللي بتشكلها أنه تنسحب من أي انغماس بالمنطقة هذه هي التزام الحكومي مش كلام بينحكى بالمنابر السياسية والديبلوماسية وما أنك قادر تلزم مكوناتك فيه وهذا تماما ما يحصل هذا ما يكشف لبنان وأصلا مش ناطرين اليوم الدول كلها والعاصم كلها صارت عارفة أنه فيه كلام يقال قبل الانتخابات وقبل المؤتمرات لاستدرار المساعدات أو العطف والتعبير الشعبية ما بدل أنه وجود هالدول الداعمة واللي رح تجتمع وتقدم مساعدات للمؤسسات الأمنية اللبنانية ما بدل أنه عن رضا دولة عن سياسة الدولة اللبنانية يعني طيب ليه منطبع ما زال إذا بدنا نسلم جدلا بالمقاربة اللي عم تقولها حضرتك مع الوزير ليه بدأ تجي الدول تعمل مؤتمر لتساعد الدولة اللبنانية الدول كلها سوى فاصلة كل عمرة تفصل بين مبدأ دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية تفصلها عن السياسة الحكومية اللبنانية دعم المؤسسة تيظله كيان قائم منتظم حاضر أنه يطبق عندما تدق ساعة السفر والحسن بالنسبة لموضوع سيادة لبنان قادر ينشر جيش اللبناني على كل الحدود وعلى داخل المربعات الأمنية والمخيمات الفلسطينية بلبنان حتى لبنان يصير دولة مستحقة الاحترام من قبل شركاء بالمجتمع الدولي هذا الموضوع استثمار أصبح في الجيش اللبناني وفي المؤسسات الأمنية اللبنانية هذا الاستثمار قائم ولا يتأثر بالحكومات أحب ذكرك أنه ولا مرة توقف برنامج مساعدات عسكرية للمؤسسات اللبنانية حتى في ظل فراغ رئاسة الجمهورية وحتى في ظل حكومات تصريف أعمال وحتى في ظل انقسام بالبلد ولا مرة توقفت المساعدات برامج التدريب برامج التسليح على الجيش اللبنانية المؤتمرات اليوم ما رح تقتصر على الموضوع الأمن فقط هناك مؤتمر سادر واحد أو باريس ثلاثة مثل المسار معروف هذا المؤتمر بدو يجي على خلفيات اقتصادية ومساعدات اقتصادية للبنان اليوم الحكومة عملت موازنة بشكل سريع بعثتها على مجلس النواب هناك عم ينحكى عن جلسات صباحية ومسائية للجنة المال والموازنة لإقرار الموازنة قبل مؤتمر باريس يعني شو تحليلك اليوم يعني لبنان موضوع رح سهل لك فهمتالك ما توخزني عبقا تشك لا بس أنا لبنان موضوع تحت المجهر الدولي وموضوع نحو تحت الوصاية صديقة مش ويصاية هيمنة عليه في ويصاية صديقة يعني لبنان طالب 16 مليار أكثر دولار مساعدات واستثمارات بالبنى التحتية وضمان لإستثمارات وغيره يعني المغلف كله سوى 16 مليار دولار دول عم تيجي بتقول له لن أعطي دولار واحد إلا ما يكون فيه شروط دفتر شروط معي منها الموازنة والشروط مش شروط مجلس الإنماء والإعمار ولا شروط مرق لت مرقلك ولا شروط اللي بنعرفها المعلبة اللي بيشتغلوا عليها الشباب وتعودوا يشتغلوا عليها بلبنان هذه شروط أول شي هل عب يدفع ضرائب بأوروبا وبأمريكا وبيل السعودية وما أعرف وين عب يدفعوا هالناس اللي عب تساهم عندك بدون يعرفوا مصرياتهم غين عب تروح بدون يعرفوا أول شي إنه مصرياتهم مش عب تغزي المنظمات غير حكومية أو أحزاب مسلحة أو عب تروح لخدمة مصالح فردية أو منفعة انتخابية بدون يعرفوا إنه في معايير بلبنان هي معايير الحكم الصالح بدون يعرفوا إنه بدأت تنضبط كل سوى العملية لأنه لا ثقة بالدولة اللبنانية من قبل المجتمع الدولي عبروا عنها قالوا أكتر من مرة إنه ليس هناك من ثقة بالمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية مشان هيك نحن عم نقولوا إنه في نوع من الويصاية 16 مليار أصلا مش موجودين بيجي يمكن جزء منهم رح نشاف قديه ولكن هول مش رح يروحوا ينحطوا بمصرف لبنان أو بصندوق في مكان ما أو بحساب في مكان ما بخزينة الدولة أبدا هول رح يروحوا ينصرفوا مباشرة على مشاريع بإشراف دولي وهيدا الشيء جيد للبنان توقيت إجراء هالمؤتمرات أو توقيت إنعقاد هكذا مؤتمرات قبل الانتخابات مشبوه جدا نحن منعتبر وحملنا المجتمع الدولي وحكينا ما أصدقائنا برا لسيما الحكومة الفرنسية وقلنا لهم انتبهوا أي دولار بينصرف قبل الانتخابات هو رشوة انتخابية ونحن في حركة بمجلس النواب الفرنسي وفي حركة عبت تصير برأي العام بأوروبا اليوم عبتين بينحكى بهيدا الموضوع لأنه لا يجوز أنه تنعمل نوع من هذا الدعم اللي هو وهمي بحب أقولك لأنه ما رح ينصرف دولار قبل الانتخابات ولكن الإعلان رح يطلع بكرة المسؤولين ويقولوا شفتوا شو عملنا جبنا لكم مصاري طبعا على الوعد يا كمون لأنه في مصاري معمولي بلبنان منعطيه للبنان من بريز ثلاثة لهلأ ما نصرفه لأنه الدولة اللبنانية لم تلبي الشروط المفروضة دوليا بعدها مصاري معلقة بالهواء بشأن هيك نحن منقول أنه لكن بيكفي أنه ينعطى وعود ولو كانت فارغة حتى اليوم قبل الانتخابات نحن منعتبره هذا عمل للتأثير مباشرة على الناخب اللبناني وشغلتنا نحن أنه نوعي الناخب اللبناني ونقول له ما تصدق هيد الوعود إذا ما جبنا مجلس نواب لائق بناس ترائب مظبوط وتحاسب الحكومة مظبوط ما رح يكون في عنده ثقة فينا المجتمع الدولي وما رح يصرف فيما بعد هالوعود بطريقة عملية ألا يسجل اليوم للحكومة اللبنانية ولمجلس النواب إذا استطاع إكرار الموازنة قبل ما تخلص ولايته أو قبل ما يبلش مثل ما بيقولوا شهر نيسان إكرار الموازنة ألا يسجل أنه هناك شغل عم تعمله الحكومة اللبنانية أو بطريقة تانية السؤال المسار اللي عم تشتغل فيه الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة اللبنانية اقتصادياً وسياسياً بهذا الموضوع اليوم ألا يعتبر أنه هناك حركة ما كانت موجودة قبل يعني تسجل لهذه الحكومة أو لرئيس الحكومة تعزيزي تقيس بين الفراغ بين العدم وقته ما كان في رئاسة جمهورية وبين وبين الوجود بين العدم والوجود طبعاً الوجود أفضل بشتعمل شيء ما كان في شيء كنا تحت السفر كان البلد ما في شيء معطلين البلد الشباب ومصادرين قراره ووصلوا مثل الواحد بتعرف بيبقى بالسوق بيخلي واحد يوصل على شفير الإفلاس حتى يشتريه بالرخيص اليوم أخذوا الشباب الحكوم بالرخيص حتى شو ما عملوا يبين أنه فيه إنجاز هيا كان بيصير أصلاً بمؤسسات الدولة اليوم يوصل على آخر آخر الانهير اليوم ما في سياسة اقتصادية بلبنان ما بعرف عن أي إنجاز اقتصادي عام نحكي عام نحكي عن أرقام بالموازنة إنه ما في شو بدأك نسيل عفوا نسيل الموازنة إلا لحظة موازنة إذا ما ارتكزت على رؤية اقتصادية بتبقى قضية حسابات دفتر دكانجي لإليك ولي عليك هاي الموازنة ما نعمل أبطال إنه طلعنا موازنة قبل كل شيء تكون عندك موازنة بتفهم أو بتقدر تفهم عليها شو بده هاي الموازنة بدك تحط شغلتين بدك تحط رؤية اقتصادية بدك تقول تقريبا نسبة النمو أداية تتعرف أداية بدك تطلع ضرائب من الحركة الاقتصادية لعلى أساسها تصرف الشباب قرروا عشرين بالمئة بدون يخفضوا من الوزارات كلها سوا وضربوا أهم وزارات اللي هي الصحة والشؤون الاجتماعية اللي هني كيف بالصدفة قوات ما مسؤولين عنهم ما بنحكي كتير بالأشغال لأنه أشغال يعني بعرف كيف تصرف في صارة الأشغال عبر العهود يعني لأنه بنعرف كيف الحالة بتصير لكن اليوم بيجوا خبط عشواء مثلا قامت قيامت الوزارة المعنيين إنه طولوا بالكم عم تقيموا من صحة الناس ومن الشؤون الاجتماعية التي تعني تعنى بخمسين بالمئة من المواطنين اللي ما عندوا شبكات أمان اجتماعي هاي وزارة الشؤون إجوا قرروا هاي خبط عشواء املى عشرين بالمئة منه نخف تدبر حالك شو بقوم بيعمل الوزير المختص ببلش يقيم من هالمتعاقدين بيرجع بالآلان بيرجع بالواقع ها بيضطر يرجعون معناتها إنه هاي دي وضطر هاي دا البعض يقول إنه هذه الموازنة هي موازنة فطفاضة محطوطة بأمبلاش كدو حتى نتضحك فيها على المجتمع الدولي تنفرجي إنه عم نعمل شغل جيد حتى تفضلوا اعطونا مصاري وأنا بكرة بنتر تقارير البنك الدولي بنتر تقارير المنظمات المختصة بنتر النقاش بمجلس النواب اللي شغلته يرائب ويخاسب وساعتها بيكون فيه كلمة الفصل رح تناقشوا رح تناقشوا أرقام الموازنة بمجلس النواب كحزب كتائب بالحماسة اللي نقشته فيها موضوع الموازنة السابق وموضوع الضرائب وموضوع السلسلة اليوم نحنا في همة النواب كل الناس عم تقول أنه نحنا رايحين على انتخابات همة النواب رح تكون هابطة مثل ما بيقولوا بهذا الموضوع اليوم كحزب كتائب أخدين قرار أنه تنزلوا عمجلس النواب وتناقشوا الموازنة نحنا سبقونا ما خلونا ننزل عمجلس النواب ما فيه أعضاء وزنين بالحكومة هنا عم ينتقدوها للموازنة يبلشوه يعني مش عم يخلونا الشباب نلعب دورنا كمعارضة صاروا فيه ناس بقلب الحكومة هم يقع بيقروا الموازنة عم بيعتبروا موازنة فطفاضة وممنيحة وإلى ما هنالك بمعنى أنه مش رح نتير نتعب بمجلس النواب لأنه رح توصل الموازنة وصلت على مجلس النواب لاهثة متعثرة وخربان حوار أونلاين يعتمد على مدخلات المستمعين عملنا مقدمة شوي طويلة نحن وياك بالشأن العام من الأقليم للداخل للموازنة للمؤتمرات الدولية المداخلات بلشت رح أخذ أول مداخلة صوتية عبر الهاتف مرحبا من معي الله معكم الله يحفظك تفضل ساعة حموي بس سؤال تفسري من الدكتور بالنسبة للموازنة السنة 2018 أين أصبحت 11 مليار قتل حساب تبع سنته الماضي هل يجوز أن تمرج موصر أيضا بدون قتل حساب أم لا يجوز شكرا لكم ماذا أشكر من دخلتك صديقنا تخضر هذا السؤال يوجه لرئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النوار ياخد رأيك هو الذي قاد الحملة التاريخية عبر كتاب الإبراء المستحيل بأنه ما بيجوز بده يصير في قتل حساب وهذا ضد الدستور أنه ما يصير في قتل حساب بتشكروا هيدا السؤال لو نعم ننسى القضية الامر رئيس الجمهورية عمل تخريجي دستورية أقرت بمجلس النواب أنه تأجيل قطع الحساب السنة لكن تهت منه وزارة المال دستورية تخرجت تخرجت بالسياسي نعم تخرجت بالسياسي هيدا كمان هالمنطق هيدا طب بعد سنة شو بيصير ما عم بيقلك ما في رؤية ولا تصور في مرؤولنا الانتخابات يا شباب مرؤولنا هلأ ما وقته مرؤولنا الموازنة قبل المؤتمرات هيدا بيذكرني بالنهج الحكم اللي ماشي هلأ على السبيل أنه ناس حب هكي كمان نريحها بخبار أوقات بتضحك أوقات بتبكي عم نعمل لائحة بالمرشحين للانتخابات النيابية اللي صاروا وعدينهم بالوزارة من بعد الانتخابات مهنات أنت مرشح الله يخليك ما تكفي أو نزال معنا أو أنت خيك أو بابنك من عامله سفير أوك عم نعمل لائحة رح نوصل أنه بدنا حكومة من 128 وزير إذا مش أكتر حتى نقدر نلبي حكومات حتى ما يطلعوا كذبين قدام هالناس معناته أنه لهذا كلام كله سوا بعد سنة وبعد سنتين وبكرة ومن مرقة وماشي الحال هولي جماعة أثبتوا أنهم لا يستحقون أين هم وهولي الجماعة يجب إسقاطهم بالانتخابات سؤال كبير هيك وراح أطرحه مثل ما هو بعد قادرة السلطة السياسية أو الطبقة السياسية اللي حاكمة لبنان بالنهج اللي هي حاكمته قادرة ما بدي قول تتضحك قادرة يعني تأثر على عقول الناخب اللبناني ونروح لانتخابات بنتائج يمكن كل العالم أو كل اليوم الاستطلاعات الرأي أو المنظرين الاستطلاعات الرأي بقول أنه نتائج ثلاثة رباعة صارت واضحة هل بعد قادرة هذه السلطة أنه تأثر هل قد على عقول الناخب اللبناني ناخبين اللبنانيين اي طبعا لأنه المال السلطة عبتصيب الناس بأرزاقة عبتهددوا الناس يفتح ملفات عبتهددوا المسؤولين في عملية إطباق على الناس نحن شغلتنا نقلهم للناس تضحك عليهم كنوا أسكى منهم لبناني قاوم السلطنة العثمينية أربع خمس قرون ما قدر إيجا أي أمير أو حاكم متسلط وصمت بلبنان السوري وعظمته عم نشوف شو عظمة الآلة القتل تبعه بسوريا اليوم ضد شعبه ما قدر روض الشعب اللبناني ما علي كنوا أسكى منهم ما علي جاي يوم الانتخابات كنوا أسكى منهم لأنه في وراء الستارة عمول اللي بدك ياه وقوعة تقعد بالبيت وقوعة تحط ورقة بيضة روح صوت لأنه بهذه الطريقة لوحدة فيك تقلهم شو هو حجمهم الحقيقي وقال لي إذا اعترفت لهم بهذه الحجم ما بقت نق بعدين وتقول مش ماشي الحال لأنه أنت رح تكون فتحنا باب الانتخابات على مسترعاية دفعة جديدة من مداخلات المستمعين بدي أذكر المستمعين بأرقام الهاتف أرقام الهاتف مداخلة صوتية عبر إذا كانك جريء لأنه رشح مرشحين وكل شخصين يشميين فيسمينه على المرشح يلي بترابلوس إذا كانك جريء سمينه اسمه مشان مشان انتخوا بس في نقطة تينيسة إذا كانوا نيزي لبليستة الحريري أنا منهم بلعك بعتزير مدى أشكر مداخلة المستمع في عندكم مرشح عنا مرشحين عنا مرشحين بطرابلوس استاذ ميشيل كيبي واستاذ ميشيل خوري و رح شوف بأي ليحة رح يكون ولكن مش بكتلة مش بليحة المستقبل لا مش بليحة نعم نطمن المستمع لا منطمنوا منطمنوا ما يعطى لهم مش رح نيجي يعني مش رح نيجي نحنا ناخد يعني لما عم نيجي منحط الحق على الحكومة بكل شي عم بيسير مش رح نيجي نحنا نعمل تحالف انتخابي بهالشكل يكون ضد رأينا السياسي اليوم في هذه الحكومة مسؤولة عن الحال يوصل للبلد اليوم مسؤولة عن حالة النمو اللي تقريبا سفر بلبنان مسؤولة عن تقهك رسائة المجتمع الدولي فينا مسؤولة عن كم الفساد اللي عبيضرب الناس والعالم وإلى ما هناك نحنا مع احترامنا لكل شخصيات اللي بتكون هذه الحكومة إنما هذا النهش لا يمكن أن نوافق عليه بشن هيك نحنا منطمنوا إنه بطرابلوس وبغير طرابلوس ليس هناك من تحالف مع فريق رئيس الحكومة بلال من فرنسا يمكن كان عم بعلق على لكن عم نحكيه بأول حلقة بيقول ممكن إذا لا سمح الله اشتعلت بجنوب سوريا ستتأخر الانتخابات في لبنان وهل ستتغير السياسة في لبنان بعد الانتخابات هذا السؤال كمان افتراضي نحن جوابنا هالموضوع من الأساس ومنقول ومنرجع من كرير نحن بلبنان نريد أن يبقى لبنان ساحة بعيدة عن كل الساحات بالمنطقة ومشان هيك ندعو للمرة الألف حزب الله أنه ما يركز إلا على العودة إلى لبنان والانخراط الكامل بالحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية وقضية السلاح في إلى الاختصاصيين تبعها هي المؤسسات الدستورية الأمنية والعسكرية اللي هي مؤتمنة وتشتغل تحت سلطة الشعب اللبناني وليس تحت سلطة حزب وعلى هالأساس نحن بلبنان عم نخوض انتخاباتنا كمان ولازم الناس تعرف أنه في كثير من أصدقائنا وكثير ناس شخصيات من حبة ما عم بيفهموا شو الفرق وما تبرين أنه قضية السلاح هي من قضية أولوية نحن عم نقلهم بسبع أيار هذا مجلس النواب قد إذا صار في الصوت الأقوى لفريق حزب الله هذا المجلس النواب هو سيقدم على شرعنة السلاح حزب الله ضمن المؤسسات الدستورية ومن هون منفهم أنه ما بعد في مشكلة أنه ينطرح استراتيجية دفاعية بوقتها لأنه هذه استراتيجية دفاعية رح يضع الأغلبية النيابية اللي رح يكون مسيطرة عليها حزب الله ومشان هيك نحن خلينا نقول أنه ننسحب من سوريا فورا نسلم لأمور لمين لازم يعملوا بلبنان ونعم نعتبر نحن أنه المواطنين اللبنانيين اللي بينتميوا لحزب الله هنا إخوتنا بالمواطنة اللبنانية تعونا نعيش حياة سوية معقولة نناقش بالفكرة نتحارب بالفكرة ولكن لا نحول كل خصام سياسي أو عقائدي بلبنان إلى مشروع حرب أهلية مداخل صوتية جديدة مع العليل وزير سليم الصيف مرحبا يعطيكم العافية أنا بشوف أنه دمج حزب الله بالجيش اللبناني هيدي بتكون أكبر غلطة بعملة لبنان إذا صارت لأنه دمج حزب طائفي عنده عقيدة طائفية ودمجوا بجيش لبناني وطني هي بتكون بعتقد بداية النهاية لتفكك الجيش ولخراب البلد بتمنى يكون عمكم استراتيجية لفعية غير هالنقطة وما تدخلوا أي أحزاب أو ميليشيات بجيش وطني طعبنا من سنة التسعين لهلا لحتى وافع على الجيش واي وبعدها نيجي فجأة وأي شغل صغير يتخربوا فيلا تتخذوا هالشغل بعين الاعتبار معكم محمد من بوستن أعطيك العافية محمد أنا بدي أطمنك أنه نحن مش عم نطالب بدمج حزب الله بالجيش اللبناني نحن عم نقول في استراتيجية لازم يعملها الجيش اللبناني وبيصير من بعد اللي بدو يقاتل اللي حابب ياخد يعني مهنته يكون الجيش أو الأمن أو إلى ما هناك معروف أين هو العنوان لكن أكيد نحن ضد أي دمج جماعي لحزب الله بالجيش الوطني اللبناني اللي بحب يقول أنه مش من سنة التسعين بلش بس ولكن الجيش اللبناني من عمر الاستقلال وكان بنى تراكم كتير مهم واللي أطلق فرشة تسليح الجيش اللبناني هو رئيس أمين الجميل بالتمانينات ببرنامج مساعدات ضخم من عمل بوقتها وأبدا مش من سنة التسعين هذا الجيش نعمل وأكيد نحن طمنك أنه لن يكون هناك وإلا لبنان سيتغير بالكامل أي مقبولية لحتى أنه حزب الله يجي يشرع سلاحه بقلب الجيش مثل ما عمل الحجد الشعبي بشرع سلاحه بالعراق ولكن بحب ذكر من المرة تانية المشاهدين واللون المستمعين والمشاهدين على الفيسبوك ليف أنه خطر بسبع أيار هو خطر حقيقي أنه بالنتيجة يؤخذ القوانين لعمل لوضع استراتيجي دفاعي تذهب في إطار ما يقوله اليوم التيار الوطني الحر واللي عبيع لنه مرشحين وقاطبة بكل مناطق لبنان انطلاقا من كسروان لجزين لمرجعيون لعكار عبيقوله أنه الجيش اللبناني غير قادر ولابد من سلاح حزب الله لحتى يصير في عنا قوة حقيقية بلبنان هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا وهذا ما سندافع سنعمل على إبطاله بأثناء الانتخابات النيابية مداخلة مداخلة صوتية جديدة مرحبا ممعي قالوا مرحبا أني نزلونا وخمس نجوم وقتلات ونزلونا ونزلو كتير ناس لتحت هلا عبيستعملوها بطريقة تانية بصفته وزير خارجية مرشح الانتخابات عبيستغل قصة المختربين ساعة بالباسبورات ساعة ما بعرف شو ساعة بالاستغلال عبيحاولوا بيرشونا بطريقة تانية وعبيستغل موقعه كوزير خارجية بصير هالشي عبيصير هلا شكرا صديقنا المستمع نحكينا من كندا أوكي الله معك أنا بدي أقول لك أو سلام لكل أهلنا بكندا أنا اللي بدي أقوله أنه مش بس وزير الداخلية اللي هو مؤتمن على الانتخابات أو وزارة العدل أو هيئة العليا الإشراف على الانتخابات أو كذا هني يعني المؤتمنين على العملية في رئيس البلاد في الأسر الجمهوري أنا بتمنى يطلع تكذيب واضح من الأسر الجمهوري بتمنى أنه معا بيتدخل بالانتخابات أنه معا بيتصل بالمرشحين أنه فريق عمله بالأسر الجمهوري بتمنى على رئيس الجمهورية يطلع من مكتبه فيه تكذيب شيء ما لأنه هذا عبصيب موقع الرئاسي بلبنان نحن بدنا الرئيس القوي وبدنا موقع الرئاسي يقدر يلعب منه دور الحكم بلبنان في ضرب مباشر لهيبة الرئاسي ولصلاحيات الرئاسي إذا مظبوط مثل ما عم نسمع ومتمنى أنه تكون هاي إشاعات فقط أتمنى هذا الشيء أنه معا بيتدخل لسحب مشرر الشحين أنه معا بيتدخل بتأليف اللوايح أنه معا بيتدخل بالوعود الانتخابية معا بيتدخل بالرشوات بالأبيو دو بوفوار يعني عم بيعملوا تخطي حد السلطة حتى ناس بنكون عم نحكي معهم حتى نقلف ليحة بإلولنا أنه اتصلوا من الأسر فينا وطلبوا مننا هاي أو هاي في ناس مقدمين ترشيحاتهم ببعض المناطق اتصلوا فيهم مقابل رشوات بالتعيينات وإلى ما هناك بتمنى أنه الإخبار اللي عم تصلنا أنه تكون كذب يطلع شيء تجذيب من رئاسة الجمهورية وإذا في بعض موظفين الأسر عم بيعملوا ديمقراطية بلبنان نحن بلغنا المنظمات الدولية أنه يتحروا عن هيدا الموضوع ويتحققوا لأنه في كتير منظمات دولية ومنظمات غير حكومية تبهم موضوع شفافية الانتخابات وعدم تدخل السلطات بالعملية الانتخابية هيدا أخطر شيء عم بيسير بارح كانت بزيارات سياسية لمنطقة كسروين ولمست وسمعت كتير أضايا عب ينحكى عن أنه هناك تدخلات من الأسرة الجمهورية بعملية الانتخابات بتمنى أنه هيدا تكون إشاعات وإلا فلتأخذ الأمور لإيسلت أسئلة السابقين تفضل دي أو نص حتى أستاذ محمد قللك نحن أقصى تمنياتنا أنه نعمل مواجهة سياسية على كل الأراضي اللبنانية ضد هذا النهج مع من تيسر وتوفر من قوى حاضرة أنه مش فقط تلتزم بالبرنامج السياسي اللي نحن حطينه أو بالمعايير السياسية اللي نحن حطينه ولكن كمان أنه تشتغل على هيدا الأساس اليوم المشكلة أنه في كتير ناس بتحكي كلام وموقعها بمكان آخر نحن بدنا يكون في تناغم بين الموقع والموقف لذلك نحن كان في عنا كتير إذا بدك تريس حتى قبل ما نيجي نعمل أي اتفاقات انتخابية لأنه كنا منا أكيدين أنه القوى السياسية اللي عم نحكي عنا أو القوى المدنية حاضرة أنه تفوت بالمواجهة مواجهة نهج هالحكم اليوم مثل ما نحن منتمنى بعدين هذه قصة انتخابات وبالانتخابات بدك تشوف كيف تقدر ترجم على أرض الواقع حيث ما تم الاتفاق مع المجتمع أو مجتمعات مدنية موجودة وقوى مستئلة هذا الشيء اللي عم بيصير اليوم يعلن عنه بحينه قريبا ببعض الدوائر هذا الشيء رح يكون متوفر ومتيسر بشكل أنه ما يكون في أي سقف لا للخطاب ولا للأداء السياسي بمقى أماكن أخرى مثل الأشرفية وبزحلي حيث لم يتم الاتفاق مع قوى المجتمع المدني بزحلي لأنه تقريبا غايبة ببيروت لأنه ما صار في اتفاق معه خاصة أنه نحن عنا ركن اسمه نديم بشير الجميل بالأشرفية هو رئيس حربي عنا بهذا النضال ما تم التوافق على أنه المطلوب وكأنه تنتوافق أنه نزيح نديم بشير الجميل حتى نتوافق مع قوى بعدها عم بتشكل وعم بتكونها لا لا نحن بدنا ننطلق من الصلب لأثبت حاله بالكلام وبالأداء أنه قادر هو يوصل فكرتنا مثل نديم مش إن هيك نحن اعتبرنا أنه بالأشرفية ما فيه إمكانية للتآلف مع القوى المستقلة ولقاينا بما أنه عنا نديم رئيس حربي صار فيه تشكل قوى حوالي من القوات اللبنانية وبالنتيجة رح ينعمل لائحة مشتركة مع القوات إن كان بالأشرفية وإن كان بزحلة نحن منفتحون بالأساس على أنه يكون الحاضري بيفوت بالمواجهة مش بس بالكلام فوت للآخر بهذه المواجهة مثل ما نحن فيتين فيها لازم نكون فيه إمكانية نقدر نترجم هذا الشيء على أرض الواقع اليوم مثل ما عم نشوف بواقع الحال هذه الإمكانية عم تكون محدودة هنا أو هناك خلينا ننطر بالأيام المقبلة شو بدو يصير بحبقول كمان إذا بتسمح بس شخص غيري في كتير ناس أوادن بهذا البلد نحن معنا حكر الأواادن الأواادن منه موجودين بس بحزب الكتائب في كتير ناس مستقلين تيارات أخرى معلاش في ناس كانوا يمكن بالتيار الوطني الحر اللي هو نحن عخصومة سياسية معه كانوا يمكن موجودين مغلوب على أمرهم أو لم يتم احترامهم في كتير ناس أوادن فيهم في كتير ناس مرغمين كانوا عبغطوا نهج معين ما فينا إلا هالشخصيات كمانا نحترمها مش معناتها أنه نتعاون معها بالانتخابات هذه الانتخابات تحتكمها معايير معينة شخصية مثل أستاذنا عم طلق أبي نصر أو مثل ستجير بيرت زوان أو مثل أستاذ يوسف خليل أو غيره غيره حتى ما سمي إلا هيدول هذه شخصيات مرتبة إدمية مرتبين الجماعة لو أنه اليوم كانوا هن بوقت من الأيامات عبغطوا بحكم وجودهم حيثما هن عبغطوا الارتكابات ونهج الحكم اللي كان ماشي واللي كان سائد تلمح إلى تحالفات أنا لا ألمح أنا أقول بكل بصريحة علينا أنه نحترم الناس حتى تحترمنا الناس بدنا نحترم الشخصيات اللبنانية اللي كل اليوم موجودة على كل الأرض اللبنانية مش معناتها إذا عم نحترم وعم نجي نعطيهم كمان نوع من الكلام اللائق فيهم مش معناتها أنه نحنا اليوم بكرة نجي نحط إيدنا بإيدهم وضغري نعمل جميع قوة كيف مكن هل صحيح اليوم أنه في أخبار أنه صار في أخبار شبه مؤكدة مؤكدة أنه بكسروين هناك تحالف مع الشيخ فريد هايك الخازن الدكتور فارس سعيد وحضرتكم هل تؤكد هيدا الكلام نحنا بمرحلة حكي متقدم بهذا الموضوع لن يقفل أي شيء تغلما لم يتم إقفال كل شيء لا 26 لا لا مش إقفال لهذا يعني ما اتفقت معك في اتصالات مع القوات اللبنانية بها دي سالة لا يعني في اتصالات بس ما في حكي انتخابي نحنا اليوم عم نحكي نقول أنه في حكي متقدم ولكن ولو أنه في هالحكي المتقدم ولكن الحكي بعد ما بينصرف محل ولا يترجم محل طالما مصر في اتفاق على كل المعادلة بكل المعادلة اللي بدنا نحتكم لإلى نحن المعادلة تبعنا يا سيد الكريم هي معادلة تغييرية هي معادلة رفض للنهج هي معادلة إيجيبية وليست فقط كيدية أو نكاية بي أو أعمل أنا أنا مش همي بس اليوم سقط نهج الحكم هيدا أنا همي اقترح البديل بدي يكون عن بعضي بدائل تليق فينا وتليق بطموحات وأحلام الناس ومن هون بدي أعرف زاوج ما بين الحلم والواقع وهذه هي عظمة الأحزاب إذا قادرة تخترق هذه المنطقين منطق الواقع اللي بيجمع أصوات بالانتخابات ومنطق الذي يدغضغ الحلم واللي بدو يعطي للناس بدائل جدية معركتنا مش معركة تقوم تقعد محلك أبدا معركتنا أبعد من هيك مداخلة آخر مداخلة صوتية مرحبا ميما مرحبا نطرنا كتير على الخط باتري ألو نطرناك شوي على الخط ما بيأثر ما بيأثر حبيبي يسعد ما سيكون يسعد ما سيكون يسعد ما ستضعيفك لفاعة الوزير عندي سؤالين بغير واتمنى جواب علي من فاعة الوزير أول شيء بدي علق عن مداخلة الشخص بالنسبة الوزير جبلان بصيل أنه عم بيستعمل شو اسمه المسافرين بره أنه مطلق برق الضغط أو أنه استعمال كرمال ينتخبوه هو في ياخد الباسبور ويأخد يأخد أحسن قتال وينتخب اللي بده مش عم يفرض علاق من بدي ينتخب بتصور كان الشغلة كان الشغلة بتاريخ حروب لبنان كانت إسرائيل هي اللي فاتت على لبنان وأثلت الشعب بجنوب يعني ما حدا بيحس الجامرة ما بتكو إلا مطرحة أهل الجنوب هن اللي تأثلوا هن اللي وصل للفكرة لأنه ما بقى معي وقت أنا دقيقتين وبيخلص برنان خلصنا بس أنا لأنه دايما الهجوم دايما على حزب الله أنا حزب الله من مشاريحة من الشعب اللبناني وكتير فيه هجوم عليه لأنه من طائفي معيني بس هو ديما عن شعبه ومثل ما الأشرفية بأيام الشيخ أشير ديما عن الأشرفية 300 يوم ما حدا قدرت عليهم أنا هذا الشي بفتخر فيه بنفس الوقت لازم الواحد يفتخر بمقاومة قدرت بعتة إسرائيل من هون مهزومة مظلولة بوقت اللي كانت عم يتأثل وصلت الفكرة فيقدر يجايبك معي للوزير لأنه ما بقى معي أنا برح جاوب بسؤال واحد أنا أعترف أحترم وأعترف بشهداء المقاومة الإسلامية بلبنان يعني حزب الله بدفاع عن لبنان بجنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي هل هذا الحزب مستعد يعترف لي بشهداء اللي سقطوا دفاعا عن لبنان بالأشرفية وبزحلة وبإنات وبشكة و و هل مستعد أنا مستعد بقول ل قلناها نعتبرون شهداء شهداء للبنان هل في معاملة بالمثل نعرف عن شو عم نحكي مستمع على الواتس أب بقلك من هني مرشحين الكتائب بشوف بقى يا لائحة مرشح الكتائب في عنا استاذ جوزيف عيد مرشح الكتائب بشوف هل اتضحت معالم اللائحة مدوموزيل تيودورا بالجيني بعمطة دارة علي وبعدين طبعا بعده ترشيح النائب فادي لها بالقايم واللائحة بقى أي لائحة تضحت معالم لائحة عم نشتغل على لائحة كتير حلوة يعني رح تكون طبعا عم تتقدم بس ما فينا نحكي عنها هلأ احتراما لأركانة لأنه بعد منا خالصة مستمع بيسألك من خارج لبنان نرى من التبريرات لتحالف الكتائب والقوات في بيروت وزحلي بأن هناك خجل من هذا التحالف هل هذا صحيح ليش خجل أنا طالما ما مغير المستمع طبعا أنا أقول أنه للمستمع لابدو يكون في خجل لما أنا أعمل أناتي وما أغير بأدائي وبعد ماشي على ثوابتي اللي حاضر يجي لعندي بأدائي خجل أنا ما عندي هالمشكلة المشكلة هي عند الآخرين اللي هني موزودين بموقع وعندهم كلام بموقع آخر أنا ما عندي مشكلة أنا مني محرج أنا أتمنى أن يتبنى أو تتبنى كل القوى السياسية الخطاب تبعي والأداء تبعي هذا بعتبره بالعكس إنجاز لإلنا إن كان بالمعارضة أو إن كان أثناء شو بدنا شو بدنا نقول للمستمعين للناخب اللبناني نحن على أبواب انتخابات مفصلية بستة أيار شو بدوا يقوله معالي الوزير نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصاير بآخر حلقتنا لليوم كان معنا كتير مشتركين كان في كتير مداخلات خطبنا المستمعين حكينا بكل شي تقريبا كيف تتوجهلهم بآخر بدنا نقلهم للناس حتى يضلوا صوت سامي الجميل عالي بدكم تعطوا صوتكم هيدا كد شي عندي قبلوني ما تتركتني أقمعك مثل حلقة الماضي بدي أشكر حضورك معالي الوزير سليم الصاير نائب رئيس حزب الكتائب بستوديو واحد ببرنامج حوار أونلاين شكر الكبير لكل الأصدقاء المستمعين لو يكابونا على صفحات البرنامج على صفحة صوت لبنان voice of Lebanon 100.5 FM كمان بدي أشكر المشاهدين على هيد الصفحة بنهاية اللقاء أطيب التحيات من المخرج بيار جامو كارول كرام ومن جورج العلي وإلى اللقاء الأسبوع المقبل